مكات القاهرة برضو ما نقدرش نعديه لأنه كمان كان من الأعمال اللي بتنتمي لهذا النوع من الأدب بشكل كبير بديم تتكلم عن القاهرة بقى كمان يعني مش حاجة خيالية مش موجودة أو إحنا مش هنحس بيها أو مش هنتأثر بيها كلمني شو عن مكات القاهرة وأحب إن المشاهد اللي ما شفناش قبل كده في حلقات مع حضرتك يعرف إيه هو مكات القاهرة بالضبط هي مكات القاهرة برضو فيها يعني نفس الستايل بس بشكل مختلف أو بأساليب مختلفة المدينة دي اللي احنا عايشين فيها كلنا قلت طب ما تيجي نشوفها بعين مختلفة شوية فمثلا حتلاقي إنه في بطلة من بطلات الرواية كل ما تبص في المراية تشوف شخص ما تشوفش نفسها بتشوف راجل وبعدين بتحبه وبيبقى هو ده حبيبها الوحيد دي فانتازي أي أو شخص من اللي عاشوا أحداث الثورة بيمشي فبيلاقي تحت رجله عين ضخمة على الرغم إن ده لو حصل في الحقيقة هتبقى حاجة مرعبة جدا يعني الواحد لو بص في المراية أنا بفكر كده بنقل اللي حرتك بتقوله ده الصورة في دماغي أنا النهار ده لو بصيت في المراية لقيت في المراية شخص دافنت لي هترعب بالضبط أو إن شخص بيعمل مكت جوه الرواية وده من هنا جاي عنوان الرواية مكت قهيرا إن فيه شخص بيعمل مكت للمدينة فنان فبعد ما بيبني البيوت بيفتح بيبص يلاقي جوه البيوت بشر صغيرين أنت جيتهم البيوت هنا الخيال أو الفانتازيا اللي انت قلت ده مهم جدا هي آه فانتازيا ومختلفة بس بس مجرد تخيلها ده لو تحول لصورة بقى موضوع تاني خلينا نقول طب افرط حصر افرط ده أنا بصيت في المراية مرة لأنه خيال رغم إنه خيال بس مش بعيد عن الواقع ما هو برضو متهيقل يا أستاذ طاري إنه على حسب الكاتب عايز يقول إيه وأنا ممكن مثلا أطلع اللي بيطلع في المراية ده حبيب فبقى ببص في المراية عشان أشوفه مثلا وممكن اللي بيطلع في المراية ده يكون حاجة مخيفة فبقى خايفة أبص في المراية لإني كل ما ببص في المراية بيطلع فأعتقد إنه على حسب خيال الكاتب بقى وده برضو جزئية مهمة جدا كويسة اللي بتطرحيها إنه الفانتازيا غير بقى أن لها أطياف في طرق الفانتازيا الفانتازيا لها أعماق أطياف في العمق يعني فيه فانتازيا استهلاكية تجارية بس تقري رواية تطبستي وكده جنر يعني وفيه فانتازيا لأ هي عايزة تقول حاجة اجتماعية وعايزة تقول حاجة موجودة في الحياة وأسئلة موجودة ده اللي بيخلي فيه كاتب فانتازيا خفيف ممكن يبقى بستسيلر وجميل وكده وممكن يخلي فيه كاتب فانتازيا داي تاني عنده عمق أكتر عميق أكتر بيشتبك أكتر مع الواقع ومع المجتمع ومع أسئلة الأجيال اللي موجودة أنا بميل بقى للنوع التاني ده إن أنا أقدم لك فانتازيا بس مش كمخدر مش كمسكن مش حاجة كوميرشل يعني مش اللي هو لا تبقى ممتعة وتبقى جميلة وتستمتع بيها لكن تجد فيها مفهوم الفرق على فكرة والفرق ده موجود في كل الحاجات في كل أنواع الأدب يعني في اللي بيقدم الوجبة السريعة اللي هتاخدها وتأكلها وهتشبع برضو هتتبسط وفي اللي بيقدم الوجبة اللي هيخليك تستمتع بيها وتفكر فيها واحتمال تسأل هي معمولة ازاي يعني الموضوع أكيد مختلف بس الفانتازيا أصلاها في العالم العربي عندنا فضلت لفترة سيئة السمعة شوي يعني إيه أنت ككاتب لازم تكون كاتب واقعي لفترات طويلة ولو رحت للفانتازيا تبقى أنت بتخفف الأدب تبقى بتهرب من أسئلة الواقع لغاية ما قريب شوي بدأ المفهوم ده يتغير هو في حاجة كمان هقولها لحضرتك ويمكن ذي إحنا كنا بنشوفها قبل كده وهي لأسي مش بنشوفها وهي أنه فعلا المفهوم تغير يعني قبل كده ما كنتش تقبل قوي الفانتازيا أو الرعب من العمل المصري يعني لما تيجي تعمل عمل مصري فيه قدر من الفانتازيا أو فيه قدر من الرعب كأنك تتفرج على حاجة مش معقولة على الرغم أنك لو تفرجت عليه في فيلم أمريكاني أو قريته في رواية أجنبية هتستقبله وكأنه هم عندهم مساحة من الرعب أكتر مننا مثلاً وده مش حقيقي خالص بعتبره منتج غربي زي العربية يعني إيه عشر العربية تبقى جايبها مثلاً بس ده تغير يتغير يتغير على مستوى الكتابة وتغير على مستوى الدراما لأنه دلوقتي بقينا بنشوف قصص كتير بتتقدم مختلفة خالص عن الحقيقة لها لقى بقى بالفانتازيا وبأنواعها اللي حراتك ذكرتها أنا بشوف أن كماندي بضاعاتنا ردت إلينا يعني مركيز اللي كاتب مأت عامنا العزلة الرواية الشهيرة قالك أنا لو لم أقرأ ألف ليلة وليلة ما كتبت هذه الرواية بقولك ويلهو اللي كتب سحر الصحراء الرواية المنتشرة جداً قالك ده ناء ده هي أصلاً القصة دي هو مستلهمة من ألف ليلة وليلة ففي الحقيقة هذه الفانتازيا وهذا الأدب العجائبي ده ابن ثقافتنا وتراثنا مش غريب علينا إحنا مش بنستورده صحيح بنعيد النظر إلى عنصر أثير في ثقافتنا وفي مورسنا